خلال استقباله وزير الخارجية الروسية رئيس السيسي يشدد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مدبولي يؤكد سرعة تفعيل مبادرات الشراكة الصناعية مع الإمارات والأردن تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية في البلدان الثلاثة روسيا تعلن تدمير سفينة حربية ومستودع للصواريخ في أودسا الأوكرانية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لوزير الخارجية الروسية سيرجي لفروفا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي لفروفا وزير الخارجية الروسي وذلك بحضور السيد ميخايل بوكدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والسيد جورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة والسيد ماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية كما حضره السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد لفروفا نقل للسيد الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الآرابة عن التقدير والتحية إلى سيد الرئيس كما تناولت بعض موضوعات التعاون السنائي بين البلدين والآرابة عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات السنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حاليا كما تضمنت رسالة الآرابة عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزرية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى سيد الرئيس فلاديمير بوتين مسمنا سيادته مسيرة التعاون السنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات أضاف المتحدث الرسمي بأن سيد لفروف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة مؤكدا سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار السنائي أو المتعدد الأطراف اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات السنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات أجرى وزير الخارجية سامح شكر مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وتناولات المباحثات مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات فضلا عن تبدل الرئى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية أكد وزير الخارجية سامح شكر العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر وروسيا مشيرا إلى تعاون المشترك لتحقيق مصالح شعبي البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أكد شكر أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تاريخية وتشمل العديد من المجالات ثم أقدنا جلسة مباحثات مرفاردة وجلسة مباحثات موسعة تم خلالها تناول عميق لمجمل العلاقات السنائية فيما بين مصر وروسيا الاتحادية هذه العلاقات هي علاقات تاريخية علاقات تتسم بالصداقة علاقات متشعبة في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ونتطلع الاستمرار التعاون الوثيخ على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ومرعاة قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي دي كانت دائماً العناصر التي ترتكن إليها العلاقات المصرية الروسية وكان دائماً مصلحة الشعبين هو المصلحة الحاكمة والمسير الرئيسي لتحقيق المصلحة لدينا كثير من مجالات التعاون الاقتصادية مشاريع القومية الكبرى وهناك اهتمام بأن نستمر في معدلات التنفيذ الوثيخة لكل هذه المشاريع بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين هذا وشدد الشكري على ضرورة انتهاج سبيل الحوار لتواصلين لتسويت ديبلوماسية للأزمة الأوكرانية وأشار الشكري إلى تأثر مصر من تداعيات الأزمة الأوكرانية كغيرها من اقتصادات العالم بسبب تداعيتها على الأمن الغذائي والطاقة وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الشكري أن حل الدولتين أمر أساسي لاستقرار المنطقة أكيد تناولنا القضايا الدولية وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بأوكرانيا حيث أكدت مصر مرة أخرى همية التوصل إلى حل ديبلوماسي يرتكن إلى الحكمة وإلى الحوار لانتهاء الأعمال العسكرية والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية ديبلوماسية تعفي التبعات التي ترتبت عن الأزمة في أوكرانيا بالتأكيد أن هذه الأزمة مست مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي فيما يتعلق بالطاقة الاقتصادية العالمية وتأثرها بالتضخم وسلسل الإمداد وانقطاحها كلها أمور يجب العمل على تجنبها لأننا نأتي بعد أخاب سنتين من جائحة الكورونا وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية عديدة بالإضافة إلى ذلك تحدثنا بإسهاب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية همية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاستمرار العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعصمتها القدس الشرقية أكد وزير الخارجية روسي سارجيلا فروف وجود اتفاق في الرؤى مع مصر حول العديد من القضايا الإقليمية مشيدا بتطور في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أشار لفروف إلى زيادة حجم تبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى أربعة مليارات دولار لافتا إلى وجود مباحثات بناءة بشأن تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قمنا بإجراء حوار بناء ومفاوضات بناءة في مصر ونحن نعبر عن رضانا عن مستوى العلاقات الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية التي تتقدم وتتطور بشكل كبير بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع اتفاق الشراكة الكاملة في سوتي بين مصر وروسيا الاتحادية في العام الماضي دخل هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية حيز النفاذ لدينا اتفاقات رئيسية حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية وكان هناك اتفاق مع السيد الرئيس لقد تبادلنا أطراف الحديث اليوم حول الموقف المصري وروسي هناك تطور بناءة في العلاقات المصرية الروسية لقد أشرنا إلى أن هناك مفاوضات كان هناك منتدى بوترسبورغ الاقتصاد الدولي التي كانت مصر دولة الشرف فيه وقام الرئيس بنقل كلمة متلفزة في إطار هذا المنتدى لقد تم زيادة التباتل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليار دولارات وهو زيادة تقدر بـ 5% مقارنة بالسنوات الماضية هناك تفاهم مشترك حول المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية كما أكد لفروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن العقوبات الغربية تلعب دورا كبيرا في الإضرار بإمدادات الغذاء العالمية وأضاف لفروف أن المباحثات تضمنت تناول عدد من القضايا الإقليمية مؤكدا أهمية حل القاضية الفلسطينية إلى جانب ضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية هناك تفاهم مشترك حول أسباب الأزمة العالمية والأزمة الغذائية وعلى مدى سنوات ماضية كبيرة كان هناك تبادل كبير بين مصر وروسيا أثر عليه بشكل كبير الكورونا وانتشار تلك الجائحة في العالم في مصر بين روسيا وأفريقيا هناك علاقات كبيرة في الأوضاع الحالية هناك عقوبات فرضت بشكل كبير على روسيا وهي توعيق بشكل كبير لتطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية وبما في ذلك عقوبات تتعلق بأمور وعوائق جمركية وعوائق في الموانئ الدولية لقد تحدثنا أيضا عن العديد من الموضوعات الأخرى التي تحتلوا الاهتمام المشترك من دولتين خاصة فيما يخص دور المصر في أفريقيا وشمال أفريقيا تحدثنا أنه يجب أن نتخلص من هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط خاصة الصراع العربي الإسرائيلي ونؤكد على ضرورة تسوية هذا الصراع واستئناف المفاوضات على خلفية المجموعة الرباعية الخاصة بتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بوساطة مصرية ويجب أن يتم إنشاء دولة فلسطينية ويكون هناك حل للدولتين وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحدثنا عن ليبيا حيث نرى أنه يجب أن يتم دعم الأمم المتحدة في مسعها لتسوية الأوضاع في ليبيا استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية روسي سرجالا فروفا خلال زيارته لمقر الأمن العام للجامع العربية وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبول تعزيز العلاقات العربية الروسية ومجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الأزمات في كل من أوكرانيا والسوريا وفلسطين أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي رافروف أهمية العلاقات الروسية العربية وخلال كلمات أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندبين الدائمين أكد رافروف أنه تم الاتفاق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تحديد خطط إضافية يمكن من خلالها تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات المختلفة مثل المجالات الثقافية والتعليم والاستثمار والتعاون فيما يتعلق بالمسائل الدولية أتحدث في مقر جامعة الدول العربية بشأن التعاون بين روسيا ومنظمة جامعة الدول العربية العلاقات فيما بيننا مبنية على مذكرة عمرها عشرين عام في العام القادم وسوف تكون هذه ذكرى هامة نحتفل بها واليوم مع الأمين العام للجامعة اتفقنا على أن نبني على ما حققناه الآن وأن نحدد خطط إضافية يمكن من خلالها أن نعزز العلاقات فيما بيننا في المجالات المختلفة الثقافة والتعليم والاستثمار وبالطبع التعاون فيما يتعلق بالمسائل الدولية هذه سوف تكون إحدى المهام المهمة في منتدى التعاون العربي الروسي والذي اجتمع بالفعل خمس مرات حتى الآن ونحن نخطط لكي نعقد الاجتماع السادس في وقت ما قريبا هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سرجالا بروفا تقدير موسكو للموقف العادل لجامعة الدول العربية إزاء الأزمة الأوكرانية وأكدا أن موسكو منفتحة للغاية للحوار مع الأصدقاء في الجامعة العربية وأجزاء أخرى من العالم وأن بلاده ليس لديها ما تخفيه وأنه سابق تفسير أسباب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أنا ممتن لإهتمام جامعة الدول العربية بالوضع في أوكرانيا وحولها ونحن نقدر الموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ونحن في شهر أبريل قد تلقينا مجموعة الاتصال من جامعة الدول العربية وكان نقاشا مفيدا للغاية سمح لنا بأن نطرح الأسئلة ونعطي الإجابات ونحن منفتحون للغاية على الاستمرار في هذا الحوار مع الأصدقاء في جامعة الدول العربية وأجزاء أخرى من العالم فليس لدينا ما نخفيه نحن قد فسرنا الأسباب لماذا بدأنا هذه العمليات العسكرية الأسباب هي سنوات طويلة من الإهمال كما أظهرنا إهمال المخاوف المشروع لروسيا بشأن أمنها بدءا بالتوسع في حلف الناتو بحيث يقترب أكثر وأكثر من حدودنا على الرغم العودة التي تم تقديمها للاتحاد السوفيتي قبل تفككه وبالطبع حشد الدول التي كانت أعضاء سابقة في الاتحاد السوفيتي من بينها أوكرانيا لكي تنضم إلى النيتو أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسان بزاكي أن جامعة العربية منفتحة على الجميع فيما تعلق بالأزمة الأوكرانية وأوضح أن كلمة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروفا أمام مجلس الجامعة العربية جاءت بطلب من موسكو مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام الجانب الأوكراني إذا كان يريد توضيح بعض الأمور فيما يتعلق بالأزمة يهمني هنا أن أوضح أن الإدلاء بهذا البيان كان بمبادرة من الجانب الروسي والمجلس وافق على هذا الطلب وبالطبع نحن منفتحون على أي طلب آخر إذا جاء من الجانب الأوكراني لأنه لكل رواية وجهان وطبعا نحن ندرك أن الجانب الأوكراني لديه أيضا روايته للأحداث وللمزيد ينضم إلينا المستشار جمال رشديا المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية بداية ما هي الأهمية التي تحملها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لجامعة الدول العربية وأيضا إلقاء كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين مساء خير على حضرتك طبعا هو أهمية هذه الزيارة أنها تسمح للدول العربية ممثلة من ممثلة المندوبية ومجلس على مستوى المندوبين أن يستمع للرؤية الروسية وما تطرحه روسيا بشأن هذه الأزمة وخاصة أن الجامعة العربية لم تكن بعيدة عن الأزمة الجارية في أوكرانيا من أوجه كثيرة يعني إحنا عارفين طبعا أنه في مجموعة اتصال وزارية عربية شكلت منذ وقت مبكر في الأزمة للتواصل مع طرفي هذه الأزمة وقام عدد من الوزراء العرب في شهر أبريل بزيارة لكل من يعني التقوا لغروف وزير خارجية روسيا في موسكو ثم التقوا وزير الخارجية الأوكراني واستمعوا من الطرفين وكانت هناك الحقيقة هناك محاولة جادة من الجامعة العربية أن تلعب دورا في يعني كنوع من الوساطة في هذه الأزمة على صعوبة هذا الموضوع كما نعرف جميع عنها نعم يعني وزير الخارجية الروسي أكد أيضا على الموقف العادل للجامعة العربية فيما تعلق بالأزمة الأوكرانية ولكن ما هو دور الجامعة في حلحلة هذه الأزمة أو إيجاد حلول أكثر تعاونا فيما تعلق مثلا بأزمة الغذاء العالمية والله هو يعني الوزير الخارجية لغروف وقبل أن يجتمع بالمندوبين العرب وقبل أن يلقي كلماته في مجلس الجامعة اجتمع مع معالي الأمين العام أحمد أبو الغيت وكانت هذه فرصة ليستمع الأمين العام من الوزير الروسي لرؤياته بشكل يعني مفصل حول الأزمة الأوكرانية وأيضا فرصة للأمين العام أن يطرح بعض الهواجس أو بعض الشواغل العربية وعلى رأسها هذا الموضوع المتعلق بالغذاء وبالحبوب وبمشكلة وما يعني تدعيات هذه الحرب على الأزمة الغذائية وعلى الوضع الأمن الغذائي في المنطقة العربية بالذات وإحنا عارفين أنه كان فيه يعني اتفاقية مبشرة تم توقيعها قبل يومين تسمح بتصدير وشحن الحبوب من أوكرانيا ويعني خروجها للتصدير وهذا الاتفاق الحقيقة كان مبشر والأمين العام حرص أنه يسمع من الوزير الروسي بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق المهم والجامعة العربية كانت رحبت بهذه الخطوة فور توقيع اتفاق إسطنبول يوم الجمعة الماضي لأن الحقيقة طبعا ما يهمنا في المنطقة العربية هو المصالح العربية هو ما يهم الجامعة في هذه الأزمة الدولية والعالمية الشديدة المتشعبة الخطيرة هو أن نحاول قدر الإمكان تطويق آثارها وتدعيتها على الدول العربية سواء فيما يتعلق بالغذاء أو غير ذلك من الأضرار والتدعيات أيضا وزير الخارجي الروسي أعرب عن تطلع موسكو لزيادة التعاون مع الدول العربية باعتقدك ما هو مستقبل العلاقات العربية الروسية في ظل حالة التقارب بين الجانبين العلاقات العربية الروسية لها تاريخ طويل وتسير في مصارات متعددة هناك حوار عربي روسي انعقد على مدى خمس جولات وكان من المنتظر أن تعقد جولته السادسة ولكن حالة ظروف كورونا ثم الأزمة الأوكرانية دون عقد هذه الجولة ولكن الحوار العربي الروسي والتعاون العربي الروسي هو مسألة قائمة هناك علاقات بين روسيا وعلاقات مهمة على أكثر من صعيد بين روسيا ومختلف الدول العربية والدول العربية والجامعة العربية يهمها الحفاظ على هذه العلاقات التاريخية مع الجانب الروسي المستشار جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جماعة الدول العربية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة وقدرت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها وذلك يأتي بالإضافة إلى تشجيع دور شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وذلك استعدادا للاجتماع الثاني لللجنة العليا لشراكة الصناعية التكاملية والذي سيعقد بالقاهرة غدا برئاسة وزراء الصناع والتجارة بمصر والإمارات والأردن بعد اجتماعات تحضيرية شهدها يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يوليو أقدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس كما تمت منقشة مستجدات تطوير المناهج الدراسية الجديدة إضافة إلى متابعة موقف المدارس المصرية اليابانية في دوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق هذه التجربة على مستوى الجمهورية ودراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إدارتها صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسونس في الحقوق من الذكور والإنات والبكالريوس في التربية الرياضية إنات والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا لقطاعات وزارة داخلية وافق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو العام الماضي والحاصلين على لسانس الحقوق وبكالريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي تفاصيل وضوابط القبول ومواعيد التقدم بدء التقديم للالتحاق الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق 2021 ويبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1-8-2022 حتى يوم الخميس الموافق 18-8-2022 ولمدة 18 يوم الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وطلبة الدور الثاني لهذا العام 2022 يبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4-28-22 حتى يوم الأربعاء الموافق 31-28-22 ولمدة 28 يوم الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-28-22 حتى يوم الخميس الموافق 15-9-22 ولمدة 32 يوم لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لجميع المؤهلات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت ويتم تقديم تيسيرات وخدمات للمتقدمين للاختبارات في اطار من الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التقديم لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في الحالات الآتية عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته بيتم توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة هيكون إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد موعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق ومنفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوسائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بعدة مزايا في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراسته توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه كما يحصل الخريج على كافة المزايا الاجتماعية والصحية والرياضية وثقافية المقررة لضباط الشرطة يخضع المتقدمون لاختبارات محددة باجتيازها سيتمكنوا من الالتحاق بكلية الشرطة ليحملوا مش على أمن وأمان هذا الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم داخل كلية الشرطة على مدار سنوات من الدراسة العلمية والعملية الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلب الحاصلين على الثانوية العامة ومن طلبة كليات الحقوق والجامعات بمختلف التخصصات هو بمثابة فرصة لهؤلاء للتحاق بهذا الصرح الأمني التدريبي العلمي المتميز شريطة اجتياز الاختبارات المحددة ليكونوا حماة أمن المستقبل عبدالله بركات التلفزيون المصري وصلت وزارة الداخلية حمالاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 33 طن في مجالي الاستيلاء على السلع المدعومة وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الجذائية وطم ضبط 605 قضايا في مجال قضايا المخابس فضلا عن ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت قرابة 25 طن من الأقمح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ضرورة تحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنقصة وانعقاد قمة جدال الأمن والتنمية وخلال استقباله رئيس الفلسطيني محمود عباس شدد ملك الأردن على أهمية مواصلات التنسيق الأردني الفلسطيني خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم لافتا إلى حرص الأردن على إعادة تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي كما أكد العاهل الأردني الحرص على استمرار التنسيق مع الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية تبدأ في تونس غدا عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم عبر أربعة ألاف وخمسمائة وأربعة وثلاثين مركزا للاقتراع موزعا على مختلف الولايات للمشاركة على الاستفتاء في مشروع الدستور التونسي الجديد وكان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج قد انطلق أمس واستمر حتى الغد وذلك من الساعة الثمنة صباحا وحتى السادسة مساء بتوقيت البلد المستضيف أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبرغ العمل مع جميع الأطراف لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها مشيرا إلى أن أهالي تعز يعانون منذ سنوات إلى ذلك أدان مجلس القيادة الرئاسي اليمني استهدف قوات الحوثي حي الروضة بمحافظة تعز بقضاء إفة المدفعية ما أدى إلى إصابة 12 طفلا ودع المجلس الرئاسي اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإنهاء حالات الإفلات من العقابة التي شجعت قوات الحوثي على مزيد من القتل والتعنت إذا أكافت الجهود لإيقاف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم بحث ببيان المجلس قال الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي إنه مقتنع بأن العمليات الروسية لم تحطم بلاده ولن تحطمها وأضاف زيلنسكي أن الحياة لم تتوقف في أوكرانيا بسبب الحرب مشيرا لأن بلاده ستتحمل ما يحدد وستدافع عن مقدراتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير سفينة أوكرانية وسواريخ هاربن الأمريكية المضادة للسفن في ميداء أدسا الأوكراني بصواريخ موجهة أطلقتها البحرية في موقع لإصلاح السفن بالميناء وآتي ذلك في مقالة جيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي مما يهدد الاتفاق الذي تم توقيعه للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود وصلت أوكرانيا جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من ميناء أوديسا على البحر الأسود رغم هجوم صاروخي على الميناء نسبته أوكرانيا والغرب لروسيا فقال مسؤولون في الحكومة الأوكرانية إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية حيث لم تلحق الصواريخ أضرار كبيرة بالميناء بين انفراجة وانتكاسة تتأرجح مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا ومواني أخرى على البحر الأسود بسبب حالة الكر والفر بين روسيا وأوكرانيا في ميدان الحرب أوكرانيا وصلت جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا والمواني الأخرى رغم هجوم صاروخي نسبته أوكرانيا والغرب لروسيا فيما نفته موسكو في المقابل الضربات على ميناء أوديسا جاءت غدا تتوقيع اتفاق لتصدير الحبوب بين موسكو وكييف ينص أبرز بند فيه على إقامة ممرات آمنة من شأنها السماح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود وقد تعهدت موسكو وكييف بعدم مهاجمتها وسيكون الاتفاق صالحا لمدة 120 يوما وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم الحصاد الجديد في المقابل حصلت موسكو على ضمان بأن العقوبات الغربية لن تطبق بشكل مباشر أو غير مباشر على صادرات الأسمدة والحبوب الروسية وأوديسا هي أكبر مدينة وأهم ميناء على ساحل البحر الأسود وبالتالي فهي تعتبر منفذا ضروريا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية هذا وقد أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهما دولتان توفران معا 30% من صادرات القمح العالمية إلى ارتفاع حاد في أسعار الحبوب والزيوت مما شكل ضربة قوية للدول التي تعتمد بشدة على هذين البلدين في إمداداتها الغذائية قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن إن النمو الاقتصادي الأمريكي يطبعت معترفة بوجود خطر حدوث ركود لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا وأضافت ييلن أن تضخم مرتفع جدا وأن زيادات أسعار الفائدة تساعد في كبح الأسعار وقعلها تحت السيطرة هذا وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي بنسبة 1.6% في الربع الأول أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة عن ياسر ناشي عن قرارات مقبلة لإجبار المتاجر المقيفة على إغلاق أبوابها وتقليل الإعلانات المضيئة بهدف توفير الطاقة هذا أصدرت مدن مثل اليون وبزونسون وباريس قرارات بلدية منذ منتصف يوليو لإغلاق أبواب المتاجر المكيفة بتزامن مع موجة حر استثنائية تشهدها فرنسا وتخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها مع غرامة تصل إلى 750 يورو لكنها ستركز في البداية على التجار تعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأمريكي اجتماعا بعد غد الثلاثاء لبحث زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتروح حاليا بين 51 من 100% و71 من 100% ويهدف هذا الإجراء لجعل قرود أعلى تكلفة على الأسر والشركات وذلك سعيا لإبطاء الاستهلاك في ظل تضخم يواصل تصرعه إلى 91 من 10% على أساس سنوي مع الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة نرشة السادسة ما زالت متوصلة وتتابعون فيها بعد إعلان جدر القرد حالة طوارئ عالمية لتسجيل إصابات جديدة بالمراض أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل ثلاث حالات جديدة لجدر القرد وأوسط الوزارة المواطنين والمقيمين في الإمارات بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية وأخذ التدابير الوقائي عند السفر والتجمعات مشيرة إلى اتخذها الإجراءات اللازمة بما فيها التقاسي وفحص المخلطين ومتابعتهم على وعلى العمل المستمر لضمان جهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك أنه ليست هناك أي حاجة لفرض إجراءات صحية إضافية في روسيا بسبب انتشار جدر القرد وفي بيان لها ذكرت الهيئة أنه تم تأكيد إصابة حالة واحدة بمرض جدر القرد مشيرة إلى أن المصاب يتلقى العلاج في مستشفى للأمراض المعدية ولا تثير حالته الصحية أي مخاوف وأضفت الهيئة أن السلطات الصحية الروسية تمكنت من تجنب انتشار المرض بسبب عزل المريض في وقته معكدا أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل العدوى من الخارج إلى البلاد قال طبيب الرئيس الأمريكي أن صحة بايدن تحسنت بشكل كبير وأن العراض السائد الآن هو التهاب الحلق بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا أضف طبيب الرئيس الأمريكي أن أعراض السعال وألام الجسم تضاءلت بشكل كبير لدى بايدن مشيرا إلى أنه لا يعاني أي ضيق في التنفس أكد وزير الصحة نمسوي هانس راوخ أن اجتماعا سوف يعقد غدا لاثنين بين الحكومة وحكام الولايات لمناقشة تطورات أزمة وباء كورونا بعد ارتفاع الإصابات اليومية في البلاد وقال وزير الصحة أنه قد يتم إقرار إجراءات جديدة لإعادة تنظيم عزل المصابين بالفيروس ومنها تقليص فترة الحجر الصحي أو إلغاءه وذلك على الرغم من تزايد الإصابات وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى موضوع الحجر الصحي يتضمن جدوى الأعمال لاجتماع تعديل بعض الأدوية الخاصة بوباء كورونا اندلع حرق غابات كبير في كاليفورنيا وسط موجة من الحر الشديد تضرب الولايات المتحدة أثرت على عشرات الملايين من الأمريكيين وتم إجلاء أكثر من ستة ألاف شخص فيما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافن يوسوم حالة طوارئ في مقاطعة ماريكوسا بسبب القتل الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات هذا وشهد الغرب الأمريكي في السنوات الأخيرة حرائق استثنائية من حيث حجمها وشدتها مع امتداد ملحوظ جدا لموسم الحرائق وهي ضواهر يرجعها العلماء إلى تغير المناخ تواصل اليونان مكفحة ثلاثة حرائق غبات رئيسية في الشمال وجنوب والشرق وسط مخاوف من حدوث كوارث جديدة بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد وفي جزيرة ليسبوس يتواصل الحريق الذي اندلع أمس وأدى إلى إجليمات السياح والسكان من منتجع فيتارا الساحلي وتتأثر اليونان بموجة حر من المطاقع أن تستمر عشرة أيام على أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق اختتمت فعليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين وتمكنت القافلة الطبية من توقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان لـ 330 حالة بمختلف التخصصات الطبية وإجراء 71 فحصا معمليا و32 أشعة وسنارة كما تم إجراء 48 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة يشهد مركز مغاغة بمحافظة المينيا تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية بالقرى التابعة للمركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف لتطوير قرى الريف المصرية وأجرى محافظة المينيا وسام القدي جولة لمتبعة أعمال تنفيذ المشروعات وأكد أنها تشمل إنشاء إعمارات سكنية بقرية التوفيقية ومحطة معالجة صرف صحي بقرية برتباط والمقام على مساحة 11 ألف فدان وتخدم 17 قرية بطاقة انتاجية 20 ألف متر مكعب وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية برتباط ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية برتباط ومن جانبهم وجه الأهالي خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تخصيص تلك المشروعات لقرى محافظة المينيا بصفة عامة وقرى مركز مغاغة بصفة خاصة استكملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز قوس بمحافظة قنة تنفيذ عدد من المشروعات من أبرزها مدرسة الحلة الإعدادية المشتركة بقرية الحلة التابعة لمجلس قرى جاراكوس تضمنت مشروعات المبادرة وحدة تضامن الاجتماعية ووحدة طب الأسرة بقرية جزيرة متيارة والوحدة البيطرية ووحدة تضامن الاجتماعية فضلا عن مجمع الخدمات الزراعية ونقطة إسعاف والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة الأخبار الاقتصادية لدى دينة شرفت شكرا لك إيمان شكرا لك صحر والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا فرحت الحكومة كميات كبيرة من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة وقامت وزارة الزراعة بضخ عدد من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق 62 جنيها للأبيض و64 جنيها للأحمر في محافظات كفر الشيخ والسيود الإسكندرية البحيرة الضقهلية والمنوفية يأتي ذلك في إطار المساهمة في تخفيف العبء عن كهل المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اشترات موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوجة وسخرج بطاقة تموينية جديدة لها باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للاستفادة من الدعم التمويني تعمل الدولة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات وسد الفجوات التنموية بها وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعروي أنه تم تخصيص إثثمارات تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات التي لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات محصول ذو شعبية غير مسبوقة يضاهي المانجو وباقي الفواكه ويغلبهم بسعره الذهيد نسبيا وقيمته الغذائية العالية أتي نشوكي تشتهر بزراعته محافظة القليوبية ويلقى رواجا في جميع شوارع وميادين مصر نتابع الرغم من الأشواك التي تحيطه إلا أنها لا تمثل عائقا أمام عشاقه أو المنتفعين منه سواء بزراعته أو حصاده أو بيعه أو أكله فالملايين في مصر ينتظرونها موسم التين الشوكي منهم من يعشق أكله ومنهم من يستهدف من ورائه كسب الرزق من خلال بيعه في الشوارع والميادين ففي القليوبية وهي إحدى المحافظات التي تشتهر بزراعة التين الشوكي الذي يتميز بمذاقه المحبب للملايين ولونه الذي يسر ناظرين وبفوائده الصحية الكثيرة إذ يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي للإنسان والقدرة على مقاومات الأمراض التين عندنا هنا في اليوبية يتميز بالطعم الجميل والإشارية وفي قرى مركزي طوخ والخنكة يتم زراعة التين الشوكي خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر من كل عام وتبدأ الثمرة في التبشير بالإنتاج بعد زراعتها بعامين ثم تبدأ زيادة الإنتاج في عامها الثالث في حين يبدأ موسم حصاد التين الشوكي من أول شهر يوليو ويستمر حتى منتصف أغسطس على ثلاث مراحل تتعلق بحجم ثمرة التين التين بيمتاز بتاعنا هنا التينة بتاعتنا هنا تينة القشرة بتاعتنا خفيفة جداً طعم جميل جداً هنا تقدر تمازي التينة بتاعت الألواب الزيت مش مديلة التينة اللي هي لها ديل ديت أو اللي هي القشرة التخينة ديت تعرف إن هي ديها التينة مش مظلوطة أو مش حلوة أو مش جيدة بتبدأ نشتغل في التين ده من أول شهر سبعة بتبدأ العمالة بتبدأ من الفجر غيرت الساعة تمانية تمانية ونص ولعل أهم ما يميز هذه الثمرة هي تكلفة زراعتها الرخيصة لكونه لا يحتاج إلى الكثير من الماء والري ففي العام الواحد يتم ريه من ثلاث إلى أربع مرات حسب نوع الأرض ويعد موسم حصاد التين الشوكي فرحة للعمالة التي تبدأ في العمل داخل المزرعة منذ الفجر وحتى التاسعة باستخدام ملابس وقفازات في الأيدي لحماية أنفسهم من الأشواء وإلى البورصة المصرية حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على التباين للمؤشرات مع اتجاه المتثمينين المصريين نحو شراء فيما مال التعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقي مستوى 624 مليار و200 مليون جنيه وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.7 من 10 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس سيرتي بنسبة خمسة عشر من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 9276 نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سيفنتي متساوي الأوزان بنسبة 94 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 1815 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 85 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 2664 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعر العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي 18.87 قرشا للشراء و18.98 قرشا للبيع اليورو سجل 19.27 قرشا للشراء و19.39 قرشا للبيع الجنيه الإسرليني سجل 22.65 قرشا للشراء و22.79 قرشا للبيع الدرهم الأماراتي 5.13 قرشا للشراء و5.17 قرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات وقرشا للشراء و5 جنيهات و5 قرشا للبيع في منطقة الخليج تراجعت الأسهم في السوق السعودية منهية سلسلة مكاسب استمرت 5 لجاس جلسات متتالية جراء انخفاض في أسعار النفط واختتم المؤشر السعودي تدولات اليوم على تراجع بنسبة 1 من 10 بالمائة كما هبط مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 29 من 100 بالمائة وفي البحرين صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 71 من 100 بالمائة ختم أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى صحر وإيمان إليكم شكرا لك دينا الشرف خلال استقبالي وزير الخارجية الروسية رئيس السيسي يشدد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مدبول يؤكد سرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات والأردون تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية في البلدان الثلاثة روسيا تعلن تدمير سفينة حربية ومستودع للصواريخ في أدسة الأوكرانية ختموا نصرة السادس أتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة